السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مادة لغتي الجميلة في هذا الدرس سنتذكر ما أخذناه سابقا في بعض الموضوعات الإملائية فإلى الإثراءات تذكرون ما أخذنا ما وعرفنا أن ما إما أن تكون استفهامية أن يسأل بها ويسأل بها عن غير العاقل كقولك ما اسمك وقد تكون موصولة فهي اسم موصول لغير العاقل بمعنى الذي فتقول اسمع ما يقال كأنك قلت اسمع الذي يقال ولذلك ما قد تكون استفهامية وقد تكون موصولة تعرفنا على وصل ما الاستفهامية بماذا؟ بحروف الجر قبلها وهي في ألبى اللام إلى على حتى كيف نكتب ما الاستفهامية إذا سبقت بأحد هذه الحروف؟ تذكرون؟ لا بد من تغيير أولا هي تكتب متصلة بها ثانيا بما أن ما استفهامية إذن سيكون هناك ماذا؟ حذف ولذلك تذكرون أننا قلنا تحذف الألف من ما أي ما الاستفهامية مثال هذا إلى ما الخلاف بيننا إلى ما كتبت كالكلمة الواحدة وهي كلمتان إلى حرف الجر وما الاستفهامية التغيير الذي حصل أننا حذفنا ماذا؟ حذفنا الألف مما؟ لماذا حذفت الألف؟ لأنما استفهامية ثم ننظر إلى طريقة الكتابة كتبناها إلامة بهذه الصورة ومثلها ماذا؟ على وحتى؟ فالألف المتطرفة في إلى وعلى وحتى إذا اتصلت بها ما الاستفهامية فإننا نكتب ألف إلى وعلى وحتى نقوم بكتابتها ألفا قائمة فنكتبها بهذه الصورة إلى ما على ما وحتى ما فحذفنا ماذا؟ حذفنا ألف ما الاستفهامية أيضا ما الاستفهامية توصل بحرفي الجر عن ومن قبلها ولذلك مثال هذا تقلب النون فيهما ميما إذن هذا التغيير ولذلك عندما ننظر إلى المثال تقول مما صنع اللباس ما الذي حصل؟ الذي حصل هو كما عرفنا أن من أو عن دخلت على ما الاستفهامية ولذلك التغيير الحاصل ما هو قلبنا النون نون حرف الجر من أو عن قلبناها ميما وأدغمناها في ميم ما فقلنا مما وحذفنا ماذا؟ حذفنا ألف ما الاستفهامية إذن ألف ما الاستفهامية تحذف دائما سواء سبقت بحروف الجر في الباء اللام إلى على حتى أو سبقت بحرفي الجر عن أو من كذلك تعرفنا على وصل ما الموصولة أي ما التي هي بمعنى الذي وليست استفهامية هي أيضا توصل بحرفي الجر قبلها عن ومن ولذلك إذا وصلت بحرفي الجر قبلها عن أو من فإن النون تقلب فيهما ميما ولذلك تقول أنفقوا مما عندكم أصلها من ودخلت على ما الموصولة ما الموصولة لماذا؟ لأنها بمعنى الذي كأنك قلت أنفقوا من الذي عندكم أنت لا تسأل إذن ما هنا ليست استفهامية ولذلك التغيير الحاصل هو كالتغيير السابق قلبنا نون من أو عن ميما وأدغمناها في ميم ما فأصبحت مما ولكننا لم نحذف الألف لماذا لم تحذف الألف؟ لأن ما ليست استفهامية إنما هي موصولة أي بمعنى الذي كذلك ما الموصولة توصل بحروف الجر قبلها وهي الباء واللام والكاف هنا لا نحذف الألف مما إنما نكتب حرف الجر متصلا بما ولا نغير شيئا مثال ذلك استمع لما أريد أن أقوله كأنك قلت استمع للذي أريد أن أقوله ولذلك هنا التغيير الحاصل هو اللام حرف الجر اتصل بما من غير إدغام ومن غير حذف سبب عدم حذف ألف ما هنا أنها ليست استفهامية إنما هي هنا اسم موصول بمعنى الذي كذلك تعرفنا على من سواء كانت من هذه هي من الاستفهامية ويسأل بها عن العاقل فتقول من سافر معك أنت تسأل فمن هنا هي اسم استفهام فهي استفهامية قد تكون من ليست استفهامية إنما موصولة أي أنها هي اسم موصول للعاقل بمعنى الذي عندما تقول صديقك من صدقك أنت لا تسأل أنت تخبر فكأنك قلت صديقك الذي صدقك فإن كانت من بمعنى الذي فهي اسم موصول وإن كانت من للسؤال فهي استفهامية ما الذي يحصل إذا وصلنا من الموصولة أو الاستفهامية لا فرق بينهما في الكتابة بحرفي الجر قبلها وهما من وعن إذن حرف الجر من أو حرف الجر عن إذا كتب وورد قبل من الاستفهامية أو الموصولة ما الذي يحصل ننظر إلى الأمثلة تقلب النون فيهما ماذا ميما وتدغم في ميما مثال ذلك ممن سمعت الخبر أن تتسأل ولذلك وضعنا علامة الترقيم علامة الاستفهام إذن ممن سمعت الخبر هذا سؤال إذن من هنا استفهامية سبقت بماذا بحرف الجر من إذن من الاستفهامية وصلت بحرف الجر قبلها وهو من حرف الجر ولذلك ما التغير الذي حصل قلبنا النون نون من قلبناها ميما وأدغمناها في ميم من فأصبحت ميما مشددة فأصبحت من من إذن من من هي عبارة عن ماذا من ومن أيضا مثال آخر عن من تبحث أنت تسأل ولذلك من هنا استفهامية عن حرف جر دخل على من من هنا استفهامية كذلك التغير الذي حصل أننا قلبنا النون ميما وأدغمناها في ميم من فأصبحت عن من الميم المشددة هي عبارة عن ماذا ميمين الأولى مقلبة عن نون عن والثانية هي ميم من هنا استفهامية قد ترد موصولة فتقول استفد ممن قبلك ممن هي حرف الجر من دخل على من كذلك هو نفس التغير الذي حصل في من الاستفهامية قلبنا نون حرف الجر إلى ميم وأدغمناها في ميم من فأصبحت ممن هي هنا اسم موصول ولذلك نستطيع أن نقول استفد من الذي قبلك ولذلك أنت لا تسأل فوضعت علامة الترقيم المناسبة وهي النقطة كذلك عن فتقول رويت القصة عن من رأاها عن من كتبت كالكلمة الواحدة بينما هي ماذا كلمتان عن حرف الجر دخل على من الاسم الموصول الذي حصل أيضا قلبنا النون نون عن مي من وأدغمناها في ميم من فأصبحت في الكتابة كالكلمة الواحدة فأصبحت عن من لم نحذف شيئا إذن هذا هو وصل من الموصولة والاستفهامية بحرفي الجر من أو عن قبلها أيضا تعرفنا كذلك على وصل من الموصولة أو الاستفهامية بمجموعة من الحروف أي حروف الجر وهي في الباء اللام الكاف نأخذ أمثلة في قولك اللهم اهدنا في من هديت هنا من اسم موصول بمعنى الذي كأنك قلت اللهم اهدنا في الذين هديت من الاسم الموصول سبق بفي حرف الجر فكتبت وصلا كالكلمة الواحدة فأصبحت في من ولم نحذف شيئا أيضا قولك ليس من رأى كمن سمع هنا من الاسم الموصول سبق بحرف الجر الكاف وهي اسم موصول لأنك تستطيع أن تقول ليس من رأى كالذي سمع أو ليس الذي رأى كالذي سمع ولذلك من الاسم الموصول سبق بحرف الجر الكاف فلم نحذف شيئا إنما كتبناهما وهما كلمتان كتبناهما كالكلمة الواحدة فكتبناهما كمن وصلا أيضا تقول بمن اقتديت أنت تسأل ولذلك هذا سؤال ولا تنفع الذي مكان من هنا لأن من هنا استفهامية ولذلك وضعنا علامة الترقيم علامة الاستفهام بمن هي عبارة عن الباء حرف الجر ودخل على من الاستفهامية فكتبتاك الكلمة الواحدة ولم نحذف منهما شيئا فنكتبهما هكذا بمن أخيرا لمن الكتاب أنت تسأل أيضا ولذلك من هنا استفهامية ولذلك وضعنا علامة الاستفهام أيضا اللام حرف الجر دخل على من الاستفهامية فكتبناهما كالكلمة الواحدة ولم نحذف منهما شيئا إذن كما مر معنا الحذ هو خاص فقط بما الاستفهامية فيحذف منها الألف فقط أكمل الجدول التالي الجملة عم تسأل هنا عم هل فيها حذ ما أصلها أصلها عن حرف الجر وما ما هنا استفهامية أم موصولة أحسنتم هي استفهامية هو يسأل إذن ما الذي حصل حذفنا ماذا ألف ما فقلنا عم قلبنا النون ميما وأدغمناها في ميم ما ولذلك هذا هو التغيير الذي حصل الجملة الأخرى بحثت عن من يصلح الجوال هنا من بمعنى الذي كأنك قلت بحثت عن الذي يصلح الجوال عن من هنا ما أصلها قبل الوصل هي كلمتان عن حرف الجر وقد دخل على من ومن هنا موصولة أي اسم موصول كما عرفنا ما التغيير الذي حصل ما رأيكم قلبنا النون ميما وأدغمناها في ميم من فأصبحت عما ولم نحذف شيئا إذن هذا هو التغيير الذي حصل ننظر إلى الجملة الأخرى ممن استعرت الكتاب ممن كتبتك الكلمة الواحدة وهما كلمتان ما أصلهما قبل الوصل من حرف الجر ومن أحسنتم استفعامية ولذلك وضعنا علامة استفعام أنت تسأل فتقول ممن استعرت الكتاب ليست بمعنى الذي ما الذي حصل هنا من تغيير ننظر إلى الأصل ثم كيف تحولت بهذه الصورة الذي حصل أننا قلبنا نون من ميما وأدغمناها في ميم من فأصبحت ميما مشددة ممن ولم نحذف شيئا إذن هذا هو التغيير الذي حصل نأخذ جملة أخرى هنا مما تصنع المعلبات الغذائية هنا مما أصلها ماذا أحسنتم أصلها من حرف الجر دخل على ما ما هنا هل هي يسم موصول هل ينفع أن تقول من الذي تصنع أم أنه يسأل ولذلك وضعنا علامة الاستفهام إذن ما استفهامية لأن الأسلوب استفهام ولذلك بما أن ما استفهامية ما التغيير الذي حصل أحسنتم حذفنا ألف ما فقلنا مما حذفنا الألف لماذا لأن ما هنا استفهامية أيضا قلبنا نون من ميما وأدغمناها في ميم ما فأصبحت بهذه الصورة مما إذن هذا هو التغيير الذي حصل نأخذ جملة أخرى تلقيت العلم ممن تخصص فيه وهنا ممن ما أصلها أصلها ماذا من دخلت على من من حرف جر دخلت على من من هنا اسم هل هو استفهام أو موصول هل هو يسأل أم أن من هنا بمعنى الذي ننظر إلى الجملة تلقيت العلم من الذي تخصص فيه إذن هي اسم موصول ما التغيير الذي حصل لم نحذف شيئا لأنه لا يحذف إلا ألف ما الاستفهامية إنما قمنا بإدغام أو قلب نون من ميمن وأدغمناها في ميم من ولذلك من من أصبحت كالكلمة الواحدة من من إذن هذا هو التغيير الذي حصل وفي هذه الجملة استمع لما يقول هو والديك هنا ما سبقت باللام حرف الجر ما الذي حصل من تغيير هل حذفت الألف أصلها ماذا أصلها لام حرف جر دخل على ما هل هو يسأل أم أنه يخبر هل نستطيع أن نضع الذي استمع للذي يقوله والديك إذن هي بمعنى الذي ولذلك هي هنا اسم موصول ولذلك لم نضع علامة استفهام إنما وضعنا أحسنتم نقطة ولذلك لم نحذف ألف ما إنما كتبناهما كالكلمة الواحدة فهذا التغيير الذي حصل بهذا يكون الدرس قد انتهى شكرا لكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد